الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره على فضله وأسأله المزيد من بره وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاتنا في قراءة كتاب الإيمان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وانتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وجهاد في سبيل وتصديق بكلماتي أن أرجعه سالما إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلف عني ولا أجد حموله ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلف عني ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا أشهد بالله قوله في هذا الحديث مثل المجاهد هذا تمثيل على جهة التقريب وتوضيح الأمر والمقارنة بين المجاهد وغير المجاهد وقوله كمثل الصائم أي في النهار القائم يعني في الليل وقوله انتدب أي تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله أي للجهاد قوله لا يخرجه يعني السبب الذي جعله يخرج الإيمان بالله تعالى وجهاد في سبيلي أي طلبا لمرضاة الله عز وجل وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى وتصديق بكلماتي أي يقين بصحة ما أخبر الله جل وعلا به من أجل أخروي للمجاهدين أن أرجعه أي أعيده وأجعله يعود سالما إلى مسكنه الذي خرج منه بما نالا أي ما حصل عليه من أجل أو غنيمة أو يكون له خيار آخر أن يدخله الله جل وعلا الجنة وقوله هنا لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أي لا تسمح نفوسهم وتهنأ نفوسهم أن يتخلفوا عني يعني لو جاهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الجميع تطيب نفوسهم بالخروج معه ولا تهنأ هذه النفوس بالبقاء مع كونه قد خرج صلى الله عليه وسلم وهم لا يجدون مراكب من الإبل يركبون عليها ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يشارك في كل غزوة أو سرية تذهب لقتال العدو لأنه لا يجد ما يحملهم عليه من الدواب قال ويشك على النبي صلى الله عليه وسلم ويثقل عليه أن يتخلف هؤلاء عنه مع رغبتهم الجهاد معه وحينئذ كان من الأمور التي يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاركة مع جميع السرايا لكنه ترك ذلك خشية من أن يشق على أمته وكان يتمنى أن يجاهد فيقتل في سبيل الله مجاهدا شهيدا فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد أولها بيان أن الإيمان يصدق على الأعمال وأن الجهاد خصلة من خصال الإيمان ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الإيمان وفي هذا الحديث ضرب الأمثلة التي توضح المقال وتبينه وفي هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين وفي هذا الحديث أن الجهاد لا يكون مقبولا إلا إذا كان بنية خالصة بحيث يكون مقصود المجاهد أن يجاهد في سبيل الله تعالى وفي هذا الحديث تفضيل عمل الصيام والقيام حيث مثل الجهاد بهما وفي هذا الحديث وعد الله جل وعلا لمن خرج يريد الجهاد في سبيل الله بأن ينال أحد أمرين إما النصر على الأعداء وإما دخول الجنان وفي هذا الحديث أن وعد الله بالنصر وعد كائن وقد تواترت النصوص بإيراد وعد الله للمؤمنين بنصرهم كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وكما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى ولذا قال وتصديق بكلماتي وفي هذا الحديث أن مما أباحه الله جل وعلا لهذه الأمة أخذوا الغنائم وفي هذا الحديث مراعاة الإنسان للشعور من حوله بحيث لا يؤذيهم بأي تصرف ولو كان عملا صالحا ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في عدد من السرايا لأن نفوس المؤمنين لا تطيب أن يتخلفوا عنه وهو لا يجد ما يحملهم عليه وفي هذا الحديث فضيلة حمل الآخرين على ما يكون وسيلة لتيسير القتال والجهاد عليهم وفي هذا الحديث تمني الموت شهادة في سبيل الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى وفي هذا الحديث الترغيب في إبعاد كل ما يكون شاقاً على الآخرين وفي هذا الحديث استحباب استعداد الإنسان للجهاد في سبيل الله وفي هذا الحديث أن من نوى الجهاد في سبيل الله ورغب فيه وكان مأجوراً ولو ترك الجهاد لأمر متعلق بحكم شرعي آخر قال رحمه الله عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب قوله هنا لن يدخل أحداً العمل هو الجنة أي لن يكون عمل الإنسان هو الذي يقتضي دخوله الجنة على جهة المجازات والمقابلة ولكن العمل يكون سبباً من أسباب دخول الجنة ولذا قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فالباء هنا باب السببية وليست باء المقابلة والمماثلة والمجازات وبالتالي نعرف الجمع بين هذا الحديث وما ورد من الآيات في ذلك فالمثبت هو ما كان على جهة السببية والمنفي ما كان على جهة المقابلة والمجازات المماثلة وقوله هنا لن يدخل أحداً عمله الجنة فيه إشارة إلى أن العمل مما يدخل في مسمى الدين والإيمان قوله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا يعني لن يدخلني الجنة عملي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة أي يشملني أي يشملني رب العزة والجلال بفضله فأدخل بفضل الله وبرحمته ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الدين أي دين الإسلام يسر أي دين سهولة لا عنة فيه ولا مشقة ولا تكليف بما لا يطاق فيه وإنما كانت الأوامر والنواهي الوارد في دين الله لجلب مصلحة العباد في الدنيا والآخرة قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي لن يأتي إنسان ويحاول أن يصل بعمل قاس يقاس به على نفسه إلا كان ذلك سبب من أسباب عدم قدرته على الوصول إلى أعلى درجات هذا الدين ولذا قال فسددوا أي حاولوا أن تصلوا بأقرب الطرق وبما يوصل إلى الخير والهدى فأطلبوا الصواب وقاربوا أي كونوا قريبا من أعلى الأمور وأكملها وأبشروا يعني أملوا الخير بفعلكم هذه الطاعات واستعينوا أي يطلبوا العون وبالغدوة يعني مشي أول النهار والروحة يعني سير آخر النهار وشيء من الدلجة يعني استعينوا بشيء من الدلجة الذي هو السير في أول الليل قال قال والقصد القصد أي سيروا على طريق معتدل فلا تشقوا على أنفسكم ولا تتجاوزوا حد قدراتكم فإنكم حينئذ تبلغوا أما إذا شدد الإنسان على نفسه فإنه عما قريب ينقطع ولن يتمكن من الوصول كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع قال وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَيْ لَا يَرْغَبَنَّ وَلَا يُرِيدَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ فلا يكون من شان الإنسان أن يتمنَّ الموت من أجل ما يكون عليه من أمور الدنيا وحوادثها فإنه لا يخلو حاله بين أحد أمرين ما أن يكون محسنا في العمل فلعله أن يزداد من الأعمال الصالحة الخيرة التي تعود عليه برفعة الدرجة وإما أن يكون قد أساء فيما مضى وارتكب المعاصي فلعله أن يستعتب أي أن يعود إلى الله وأن يرجع إليه وأن يطلب من الله العتبى فيكون ذلك من أسباب مغفرة ذنبه ففي هذا الحديث بيانوا أن أعمال الإنسان لا توافي شكر الله على نعمه فضلاً عن أن تكون نتيجة دخول الجنة على جهة المقابلة لعمل الإنسان وإنما العمل يكون سبب من أسباب تفضل الله على العبد بإدخاله الجنة وفي هذا الحديث معرفة أو عدم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ذكر فضل الله على العباد بما شملهم به من فضل ورحمة وفي هذا الحديث بيانوا أن الدين مبني على السهولة والسماحة واليسر وفي هذا الحديث نهي الإنسان عن الغلو في الأعمال لأن ذلك سيؤدي به إلى حال يعجز معها عن الاستمرار ويكون سبب من أسباب انقطاعه عن العمل الصالح وفي هذا الحديث التسديد والمقاربة والمحاولة للوصول إلى القصد وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث ترغيب الإنسان بأداء العبادات في جميع أوقاته على جهة المداومة فإن العمل بالمداومة عليه ينتج منه شيء كثير وفي هذا الحديث الترغيب في أن تكون وجهة الإنسان وجهة مباشرة يصل بها إلى مقصوده بدون أن يدخل في أعماله ما لم يأتي في الشرع الترغيب فيه وفي هذا الحديث نهي عن تمني الموت ونجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أن الأصل عدم جواز تمني الموت لوجود شيء من المصائب ولكن الموت الذي يكون سبباً من أسباب رفعة الدرجة كالموت على الشهادة لبأس من تمني الموت فيه وهكذا إذا خشي الإنسان على دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت ولذا قال في الحديث فإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ومنه ما ورد عن مريم عليها السلام حينما قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً وفي هذا الحديث أن الإنسان ينبغي به أن يراعي ما صدر منه من إحسان ليزداد منه وليكثر منه وليقوم بتحسينه وكذلك في هذا الحديث ترغيب الإنسان في أن يتوب إلى الله وأن يستغفر مما كان منه من الخطايا والسيئات حسن الله إليكم قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فتوجه نحو الكعبة وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على قوم من الأنصار أهل المسجد وهم راكعون في صلاة العصر فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للباه المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصل قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وإنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف الرحيم قوله كان أول ما قدم المدينة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الهجرة مباشرة قدم على حي أجداده الذين من الأنصار وذلك أن أخوال أمه أو أبيه من الأنصار ولذا قيل بأنه نزل عليهم وهم جماعة أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وقوله صلى قبل بيت المقدس أي أنه كان في أول قدومه المدينة يتجه في صلاته إلى جهة الشمال وهي جهة بيت المقدس وكان قبل الهجرة يصلي في مكة فيجعل البيت بين يديه والشام بين يديه في الجهة التي يصلي فيها الإمام في وقتنا الحاضر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجه جهة الشمال بعد وروده المدينة في الهجرة مدة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته جهة الكعبة المشرفة فنسخ الحكم الأول بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس إلى أن تكون القبلة جهة الكعبة المشرفة وقد نزل في ذلك آيات في سورة البقرة وقد مهد الله جل وعلا لذلك الحكم لعظمه في النفوس فمهد لذلك بعدد من الممهيدات منها بيان أن النسخة وارد في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها وببيان أن الجهات كلها لله كما في قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله وبالتذكير بفضل إبراهيم وببنائه للكعبة المشرفة وببياني أن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي ومن يتبعه فنزل بعد ذلك هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني أنه كان يطلب أن يتجه في صلاته نحو الكعبة المشرفة قال الله فلنولينك أي فلنجعلنك تتجه في صلاتك قبلة ترضاها وهي جهة الكعبة المشرفة فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة في صلاته وكانت أول صلاة صلاها صلاة العصر وصل معه جماعة فخرج رجل من من كان صلى معه إلى جهة الكعبة المشرفة فمر على قوم من الأنصار أهل مسجد قيل هم أهل مسجد القبلتين في بني سلمة وقيل هم أهل مسجد قبا جماعة بني عمر وكانوا يصلون الصلاة إما صلاة العصر كما في هذا الخبر وإما غيرها وهم راكعون في الصلاة فقال لهم أشهد بالله أي أقر وأعترف وأذكر لكم أني شاهدت مشاهدة أو أسأل عنها أمام الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل مكة فحول قبلته فما كان من هؤلاء إلا أن قاموا بالانحراف والدوران من استقبال جهة الشمال جهة بيت المقدس إلى أن يستقبلوا الكعبة جهة الجنوب كما هم أي على الصفة التي هم في صلاتهم فتوجهوا قبل البيت وحينئذ اعترض بعض الناس وظنوا أن من العقل الاعتراض فقالوا إن كانت القبلة الأولى صحيحة فلم تركها وإن كانت القبلة الثانية هي الصحيحة لما لم تكن صلاته في أول أمره تجاهها فظنوا أن هذا هو العقل فسماهم الله سفها وبين لهم أن القبلة ليست أن الجهة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي علامة على استجابة الإنسان لأمر الله أيًا كانت شمالًا أو جنوبًا ولذا قال سيقول السفهاء من الناس وعرفهم بأنهم هم اليهود بأن اليهود يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ولذا كانوا يحبون أن يقاربهم المسلمون ويماثلوهم في دينهم بينما النصارى يتجهون في صلواتهم إلى جهة المشرق قال قالوا السفهاء ما ولهم أي ما الذي جعلهم يتركون قبلتهم الأولى التي كانوا عليها فبدل أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس أصبحوا يصلون إلى الكعبة فرد الله جل وعلا عليهم فقال قل لله المشرق والمغرب فالجهة ليست مرادة لذاتها ومع أن جهة القبلتين الشمال والجنوب إلا أنه أتى بالمشرق والمغرب ليكون ذلك أقرب في أذهانهم ولينبه على شيء من الآيات الكونية العظيمة وبيّن أن الهداية إلى الله تعالى فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كأنه يقول ليست الأهم الجهة وإنما الأهم أن يكون الإنسان على طريقة صحيحة مستقيمة تصله إلى رضا الله جل وعلا وقوله وإنه أي إن الشأن أنه مات على القبلة الأولى جهة بيت المقدس قبل أن تحول إلى جهة الكعبة المشرفة رجال وقتلوا قبل تحويل القبلة ومن ثم كانت صلواتهم كلها التي أدوها جهة بيت المقدس وحينئذ كأنهم ترددوا في صلاة أولئك هل تكون مقبولة أو لا تكون كذلك وهل يبقى لهم أجرهم في صلاتهم إلى بيت المقدس أو لا ولذا قال فلم ندري أي لم نعلم ولم يكن لدينا معرفة بصحة صلواتهم وما الذي نقول في هذه الصلوات التي صلوها تجاه بيت المقدس وهل تحسب لهم أو أنهم يريدون يوم القيامة خالي الوفاض من أجر الصلوات فأنزل الله تعالى هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم يعني صلواتكم التي صليتموها تجاه بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ففي هذا الحديث من الفوائد أن الأعمال ومنها الصلاة تدخل في مسمى الإيمان وأنه قد يطلق الكل ويراد به البعض كما أطلق اسم الإيمان وأراد الصلاة وفي هذا الحديث صلة الإنسان لأقارب من أخواله وأجداده ولذا أولا ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله من الأنصار وفي هذا الحديث إثبات وجود النسخ وأن من أنواع النسخ النسخ بالمماثل وفي هذا الحديث أيضا أن فضل الكعبة المشرفة ووجوب التوجه إليها في الصلوات وفي هذا الحديث أداء الصلوات جماعة كما كان الناس في ذلك الزمان وفيه مشروعية تعدد الجماعات في البلد الواحد وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد حيث أن ذلك الرجل الواحد أخبرهم بتحول القبلة فقبلوا منه وقد استدل جماعة بهذا الحديث على أن الأخبار المتواترة قد تنسخ بأخبار الآحاد فإن أهل هذا المسجد كان من الخبر المتواتر عندهم التوجه لبيت المقدس في الصلاة فلما أخبرهم ذلك المخبر الذي يعلمون صدقه بتحول القبلة ونسخها قبلوا منه ذلك ولم ينازعوه فيه وفي هذا الحديث أن من ما يظن أنه عقل سفاهة فبعض السفاهة يظنها بعض الناس من العقل والحكمة وبالتالي لا ينخدع الإنسان بالشبهات التي تلقى عليه وفي هذا الحديث أن الاعتراض على أحكام الله ليس من شأن أهلي الإيمان وفي هذا الحديث أن الهداية بيد الله جل وعلا يجعلها لمن يشاء من عباده وفي هذا الحديث أيضا التأكيد على أن الجهة في الصلاة ليست هي المقصودة لذاتها وإنما المقصود أن يرضي العبد ربه جل وعلا فكانت الجهة على جهة التبع ولا يجوز لأحد أن يخالف في صلاته جهة الكعبة وفي هذا الحديث أن شرائع الإسلام في أول الأمر كان فيها مقاربة مع شرائع أهل الكتاب وأن الحال أنه في آخر الأمر نزل نسخ كثير من الأحكام التي فيها مشابهة لأهل الكتاب وفي هذا الحديث فضل الصحابة الذين ماتوا أول الإسلام ولذا نوه بذكرهم وبأعمالهم الصالحة ومنها ما أدوه من الصلاة قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها قوله هنا إذا أحسن أحدكم إسلامه أي كان مستجهيبا لأوامر الله بعيدا عن مناهيه بعد دخوله في الإسلام فكل حسنة فكل حسنة فكل عمل صالح يؤديه يكسب به حسنة فإن الله جل وعلا يضاعف له الأجر حتى أنه يكتب له بالحسنة الواحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بينما في السيئة إذا عمل الإنسان سيئة فإنه لا يكتب له إلا وزر واحد بمثل تلك السيئة وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة وفي هذا الحديث من الفوائد أن إسلام الإنسان إسلام الناس يختلف فمنهم من يحسن إسلامه ومنهم من لا يكون كذلك وفي هذا الحديث أن فضل الله على العباد عظيم ومن فضله مضاعفة أجر الحسنة إلى أضعاف كثيرة دون السيئة وفي هذا الحديث أن ما يناله الإنسان من الأجر يكون بقدر ما لديه من حسن الإسلام ولذا قد يعمل الإثنان عملاً واحداً ويكون أجرهما متفاوتاً قال مه عليكم بما تطيقون من الأعمال فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني على عائشة وعندها يعني عند عائشة في بيتها امرأة ثم من بني أسد فقال من هذا يعني أنه سأل عن هذه المرأة فقالت عائشة فلانة يعني أنها تذكرها باسمها ثم ذكرت صفة من صفاتها فقالت بأنها لا تنام الليل أي أنها طول ليلها تقوم بأداء صلاة النافلة فقال صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة تشتمل على شيئين الاستفهام كأنه قال ما هذا وعدم الإقرار والتوبيخ في هذا الفعل ثم قال عليكم أي ليكن من شأنكم أن تفعلوا من الأعمال ما تطيقون أي ما تستطيعونه بدون أي مشق عليكم من الأعمال فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى لا يمل الله حتى تمل أي لا يستثق ما تؤدونه من العمل وكان أحب العمل إليه يعني كان أشد الأعمال محبة لله عز وجل وقوله الدين يعني الطاعة التي تتقربون بها إلى الله ما دام عليه صاحبه أي ما استمر عليه صاحبه وأداه على جهة الدوام وكرره في كل يوم من أيامه ففي هذا الحديث جواز إدخار المرأة بيتها بعض النساء قبل استئذان الزوج كما أدخلت عائشة المرأة الأسدية وفي هذا الحديث دخول الرجل على أهل بيته وفي هذا الحديث جواز السؤال عن أسماء الآخرين وعن التعريف بهم وفي هذا سواء كان سؤالا للشخص في نفسه فيقال من أنت أو كان لغيره فيقال من هذا وفي هذا الحديث أن التعريف للإنسان يكون بذكر اسمه فلذا قالت فلانة بذكر اسمها وفي هذا الحديث جواز ثناء الإنسان على غيره في وجهه كما فعلت عائشة في ظنها وفي هذا الحديث مشروعية قيام الليل بما لا يكلف على الإنسان وفي هذا الحديث تحذير الإنسان من أن يقدم على عمل يكون مشقا به فيكون من أسباب تركه لذلك العمل وفي هذا الحديث السحباب المداومة على الأعمال الصالحة وأن ذلك من أحب ما يكون لله تعالى فإن العمل بالمداومة عليه يصبح عملا كثيرا ويكون أجره عديدا وقوله وكان أحب الدين قد يكون المقصود بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا اللفظ من كلام عائشة رضي الله عنها وهو الأظهر وقد قيل بأن هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون الضمير في قوله إليه يعود إلى الله جل وعلا وفي هذا الحديث مشروعية الاستمرار على الطاعات وأن المداومة عليها تجعل الإنسان يكسب أجرا كثيرا وثوابا جزيلا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعل لله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يزيد في إيماننا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا من أهل المنازل العلا في جنان الخلد كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا كما نسأله جل وعلا صلاح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستقامة أمورهم ونسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين